بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بداية أرشب بكم بين دورانينا ومقر حكمة السنة بالقنعتها فمراسيم التي تعطونا في مقر هذه المحكمة تتعلق بفتتاح سنة القضائية سنة 2013 هذه الجلسة الرسمية تنعقل على غيرها محكمة النقض بعدها بالإيد المولوي السامي لصاحب جلال والمهابة نصره الله عنه يده والإيد الصادر عن السيد الرئيس المتدب من جسال السلطة الخضائية بتاريخ استجوج مباشرة بعد انتهاء مراسيم الجسة الرسمية التي انعقدت بمقر محكمة النقض فافتتاح سنة القضائية يعتبر تقليلاً راسخاً تستعرض فيه المحاكم حصيلة أشغالها وكذلك النشاط القضاء للسنة الفارط 2012 كذلك يتزامن تاريخ نعيقاد هذه الجلسة الرسمية مع دخول قانون 38-15 متعلق بالتنظيم قضاء المملكة حريزة فيه لتاريخ 15 يناير 2023 وكذلك تنزيل استراتيجية المجلس أعلى التي تتضمن إخداء عشرون محورات اعتبر تنفيذ ويحظى بالأولوية خلال الفطرة المتراوحة ما بين 2021 و2026 كما تتزامن مع استمرار دخول مدورة أخلاقية حزن فيه والتي تم التنسيس عليها في المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 100 على 13 متعلق بالنجلس على السلطة القبائية والتي أصدر بشأنها السيد الرئيس المتدب لهذا المجلس بتاريخ رواطات 6,020 الدورية عدد 34 على 22 وتعتبر كذلك مناسبة لإشارة إلى الناشاط العلمي فيما يخص المواد المستديرة وكذلك الندوات العلمية التي تم تنظيمها بمقرب هذه المحكمة وكذلك تستير مرنامج لمجموع من المواضيع تكون بدورها مضرمجة فيطان الندوات والمواد والسديرة التي تنظم بمقار هذه المحكمة وكذلك تعتبر مناسبة بتحفيز سادة المستشارين وكذلك مقيم مكونة العدد أنه ضعفت المجودات للرفع من النشاط القضائي وتحسين خدمات القضائية المسدات لمرتفقه فتجذو الإشارة إلى أنه يتم الحرص من خلال الجماعات التي نعقبها مع السادة المفوضين القضائيين على مجهيز الملفات وكذلك تصفية الملفات المزملة حفاظا على الزمن القضائي كما يتم وعقد اجتماعات بسورة ذوية مع السادة المستشارين لحدهم على الجهيز الملفات والحرص على تقيب بالأعمال الشرادية لهذه الملفات وتصفيتها داخل أجل معقولة فيما يخص دور النكتب الواجهة بهذه المحكمة فكما تعلمون فإنه يتم قبر هذا المكتب سليم نسخ القرارات وإرشاد المواطنين وكذلك يشعرهم بمآن قضاياهم علوا أنه بإمكان أي متقاضي اطلاع على مآل ميكتين من خلال الرجال المقيم ويوزارة العز دول جيد والجيمة حاكم المغرب لذلك في إطار عملية طبع قرارات وقد حرصنا على أن يتم طبع تلك القرارات سواء من الضرف السلام والصشارين الذين يتقنون الطبع ولا بالنسبة لكتاب الضبط على أن تطبع تلك القرارات داخل أقرب الآجال لتمكن المستفيدين منها من استخراج النسخ خاصة مرة أخرى أتوجه لكم بالشكر جزيل على عنايتكم وحضوركم من المقرنة شكرا